حرب الوردتين في النداء دحس والغبراء في انجلي تيرا قامت ما بين عام 1455 و 1485 حرب اهلية بزوز عائلات ملكية عائلة يورك وعائلة لانكاستر وبما انه شعار كل عائلتين الملكيتين معناها العلم امتهم كان فيه وردة تسميت حرب الوردتين واليوم سمى حرب ذروس قريب تولي حرب دحس والغبراء في حزب النداء وبما انه كل شق يلتجي للشماعات كبيرة باش يسردك على الشق الاخر ممكن تسميوها حرب الميتينجات اللي يعمل الميتينج يصبح صوته مشارقة في البلاتويت ويكسر من الانترفيوات والتصريحات وتوجد وقتها في انجلي تيرا في وقت حرب الوردتين شخص هو بران اسمه غيشار نيفيل وكان يسند ملع عائل تلانكاستر وملع عائل تيرك حتى سموه وارويك صنع الملوك وارويك ذو كينج ميكر ويمكن ان اعتبروا لكل من شق حافظ قائد السبسي وشق محسو الملوك كل واحد عنده شعاره فيها وردة خلينا نقول وردة ظرفة هندي وانا اعتبروا زادة حركة النهضة وبالأحلى انه لدينا بحيلي شهرة معاوية بمثابة وارويك الكمباس والكمبان ما بين الشقين فعالة نيداء دحس والغبراء علموا انه وارويك مشاتوا بالرأسه في خطرة من خطرات فبحيث التاريخ يتعاود في شكل تراجيكوميديا على ميلو درام في سحة كثرة فيها الكمبارس في الواجهة واللي يجب له في الخوت في الخافية والدهليج اللي بدين في السكرات ونتصور بعد عدة عشر ستلعشر راح تلغنوشي ونولدي البحيلي يغنيو في مدلس وشورة متاحها لكتر نهضة مع الهايلي التونسي ايغاني معايا انا حبيتو يا دادا حبيتو سيدي حبيتو من اول نظرة اللي ريتو لكن سكريتو بجبوش لكن سكريتو بجبوش تركت الحشما دغر البيتو ترجمة نانسي قنقر